سأذكر لكم ثلاثة أمثلة وقعت من الخوارج في حق الصحابة كما تقع اليوم من هؤلاء الخارجين عن الشريعة الطالبين شهرة وذيعا وصيتا عند الناس سيما مع هذه الوسائل وسائل التواصل ووسائل الإعلام التي تجعل لهذا مأربه أن يذكر وشأنه أن يشهر وأن يشير الناس إليه وأن يعطف إليه أبصار الناس وأعناقه الخوارج نالوا من أكرم الناس وأفضلهم قتلوا عثمان ثم قتلوا علي وهما أفضل رجلين في زمنهم كفروا الصحابة وشاركهم في هذا الرواث قال الخوارج وبمناسبة آية الروم بينما علي رضي الله عنه أمير المؤمنين يصلي بالناس صلاة الفجر في جامع الكوفة جاء خارجي وعلي يقرأ القرآن فرفع هذا الجاهل الغشيم اللئيم رفع عقيرته بقول الله جل وعلا من آخر سورة الزمر وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ وَيَتَكُنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ يعرض بمن؟ بهذه الآية بعلي رضي الله عنه أنه أشرك وأنه كفر يأخذ من القرآن بفهمه السقيم واستدلاله العقيم فرد عليه علي وهو يقرأ في صلاة الفجر فاصبر إن وعد الله حق وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُقِنُونَ لَيَطِرُنَ بِكَ كُلَّ مَطَارٍ أُثْبُتْ وَعْقِلْ وَارْكُدْ لا تطيش مع الطائشين وتطير مع الطائرين وتستخف مع المستخفين هم الذين قالوا إنه فينا قول الله جل وعلا وفي علي في سورة الأنعام كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران قالوا هذا علي له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا هؤلاء هم أصحاب نشرات إذن زكوا أنفسهم وقدحوا في أكرم عباد الله الذين شهد لهم رسول الله بالجنة صلى الله عليه وسلم والشأن يتكرر كما وقع هذا من الخوارج مع الصحابة وقع من الخوارج الآن مع العلماء الذين شابت لحاهم في دين الله تعلما وتعليما وبذلا ودعوة ونصحة يتهم بمثل ذلك أو بنحو من ذلك أنا في نفسي شك من صحيح البخاري من أنت؟ وما قيمتك؟ ما شأنك؟ لكن هذا اللفظ وهذا الكلام يستفز به ويستخف به من؟ ضعيف العلم وضعيف العقل ثم عندئذ يطيش وربما حصل من طيشانه بدعة مخالفة أخرى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقنون أمير المؤمنين علي رضي الله عنه حلم على الخوارج وعرف أن فيهم دهمة وعوام وغوغة ملعوب عليهم ملبس عليهم فصار يرسل إليهم العلماء ما أرسل إليهم عواما إدربوا روسهم بدعوة أننا ندعو إلى الله أرسل إليهم علماء أرسل إليهم الصحابة وممن أرسل إليهم وأشهرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جاء إليهم فقال كبراءهم عبد الله بن الكوى وعبد الله بن وهب الراسبي وشبث بن ربعي وحرقوس بن زهير السعدي بالثدية وغيرهم من كبرائهم اسمعوا انتبهوا لا تسمعوا لابن عباس فإنه من قوم قال الله فيهم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصيمون آية أنزلها الله في المشركين جعلوها في ابن عباس وفي كمّة للمؤمنين أرأيتم كيف الجهل وكيف الهوى يردي بصاحبه هل تزموا قوى الله جل وعلا يا رعاكم الله فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وعد الله بنصر دينه وإعلاء كلمته ونصر رسوله ونصر أتباع رسوله من أوليائه حق لا يتخلف وإن كثرت المؤامرات والحيل والوسائل والضغوط فإن الله ناصر دينه ولابد وناصر عباده وأولياءه المؤمنين نؤمن بذلك إيماناً لا مرية فيه لأن الله يقول وكان حقاً علينا نصر من المؤمنين